محمد صلاح من المباراة يمكن الناس كلها تشأمت وخافت خاصة أنه خرج من هنا والهدف جي من هنا طيب خلينا نقول يعني أداء الشوت الثاني مختلف تماما عن الثلاث أشواط يعني كان الشوت الأول أو الشوتين بتوع مباراة موزنبيك في آخر اللقاء في توريا خلاص لعب على اللواء أو يعني لعب لعب التجاري اللي هو عايزة تلعب بالمباراة بالنقطة بدليل يعني خروج عمر مرموش ودخول مرمونا عطيه أنا أشوف أن أداء الشوت الثاني كويس جدا لمنتخب مصر البطولة إحنا في رجل حطين رجلي فيها كبيرة مش قليلة على فكرة عندك مباراة مع راسل الغدر في يوم 22 ممكن تطلع أول على فكرة إحنا ممكن نسعد أول أي لو كافر دي ما كسبتش بكرة آه لو تعادل ففي النهاية أنت رجلك موجودة في البطولة بشكل كبير جدا خلينا نقول إن إحنا الشوت الثاني نبدأ به يعني محمد صلاح خروجه في آخر ثانية أو آخر لحظة في الشوت الأول بدعي للإصابة لكن المجموعة الشوت الثانية قدت رتم عالي جدا كان فيه رغبة بشكل كويس كان فيه إصراب بشكل كويس كان فيه عزيمة بشكل كويس كان فيه الرجوع في المباراة بدل مرة مرتين كان فيه كمان أفضلية بشكل كبير جدا في الشوت الثاني طيب كابتن أسانا طبعا إحنا حظوصنا كبيرة جدا 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 في إن إحنا نتأهل الدور الثاني مصر عملت شوت الثاني رائع النهاردة شوت الأولاني طبعا كان دون المستوى توقيت الهدف كمان وتوقيت إصابة صلاح توقيت عارف إنت رخم شوية في الكورة بالنسبانا إن صلاح بيخرج وبيجي بعدها بديئة جون ده بيعمل حالة زي حالة أحباط للمجموعة العيبة اللي موجودة في المجموعة لكن التحرر اللي حصل الشوت الثاني من مجموعة العيبة اللي موجودة في الملعب اللي كل واحد فيهم لعب لعبه لإنه بقى مسؤول هو حس إنه هو بيلعب جنب صلاح مش مسؤول قوي الصلاح هيخلص لهم الشغلان لكن الموضوع اختلف في الشوت الثاني إن اللعيبة كل واحد من اللعيبة اللي كانوا موجودين بقى هو اللي مسؤول فتلاقيت مرموش تحرر وبقى مسؤول بصفة حي نازل عليه مسؤولية كبيرة جدا لإنه نازل مكان مين؟ مكان صلاح فلازم يكون ليه شكل وليه لون تريس جيل لما نزل عمل نقلة كبيرة جدا إمام تحس إنه هو تحول وتبدل فكل اللعيبة اللي موجودة بقت مسؤولة داخل الشوت الثاني وبالتالي الشكل تحسن والأداء تحسن بالشكل بالشكل اللي احنا شفناه الوطني بعد طبعا المباراة يمكن صلاح ده حكت ابتسامة حزن مش ابتسامة يعني فيها كده يعني بعض من الألام يعني كان نفس أكمل كان نفس ألعب يعني خلينا كده بص يعني ممزوجة بالحزن ابتسامة محمد صلاح لقطات خاصة لنا في الميكس زون بعد مباراة مصر وغانا وأيضا هنشوف لعبة منتخب مصر وهم خارجين يعني نحظات مهمة جدا طيب يعني واضح من كلامك أو اشتركوا في القناة